تمكن الجيش اليمني من التقدم في محافظة صعدة وتحرير عدد من المواقع وذكرت مصادر يمنية أن الجيش حرار قرن مندبة ويواصل التقدم باتجاه أل سبحان وسط مديرية باقم يتي هذا في وقت دفعت فيه القوات الشرعية بتعزيزات عسكرية إلى عدة جبهات في صعدة وفتحت جبهات جديدة في سياق متصل أعلن الجيش اليمني العثور على 11 صاروخا حوثيا بعيد المدى خلال تمشيط أجراه على مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غربية اليمن وفي صنعاء أكدت مصادر ميدانية اندلع مواجهات مسلحة بين ميليشيا الحوثي ورجال القبائل بالقرب من معسكر السواد جنوب العاصمة قطع على أثرها الخط الواصل بين صنعاء ومحافظة ديمار ورجحت المصادر أن أسباب الاشتباكات ترتبط بفرض الميليشيا التجنيد الإجباري على أبناء القبائل وهو ما ترفضه القبائل اليمنية ترجمة نانسي قنقر